بسم الله الرحمن الرحيم عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيز طبعا رجال كرة السلة في النادي الأهلي هتتكلم معاه فيه أمور كثيرة جدا جدا إن شاء الله بعد نهاية الفقرة الأولى خليني أبدأ مع حضراتكو طبعا والكل سمع عن خبر وهو خبر حزين لكل جمهور النادي الأهلي بإصابة محمد الشناوي في العضلة الخلفية وزي ما حضراتكو عارفين أنا يمكن مبارح أول ما شفت الإصابة من الخبرة اللي الواحد بيشوفها واللي الناس كلها عارفاها من خلال وجود اللاعب في الملعب وأول ما يمسك رجله كده في الخلفية ويطلع بيزك على رجله تعرف إن هي مش أقل من شهر مش أقل من شهر لعضلة الخلفية لأن العضلة الخلفية حساسة جدا وكل العضلات بتبقى أو عضلة الخلفية تحديدا بتبقى مسكة كل العضلات بتعمل بها كل حاجة بتجري بيها وبتبص بيها وبتشوت بيها كل حاجة كل حاجة من خلال العضلة الخلفية وبالتالي يعني من أربع لخمس أسابيع النهاردة أعلن الدكتور أحمد أبو عابلة طبعا رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي أعلن عن غياب الشنوي قد يكون من 4 إلى 5 أسابيع وده طبيعي جدا في العضلة الخلفية بس عشان نبقى متفقين على هذا الأمر لأن أنا لما قلت الكلام ده لحضراتكم من بارح في البعض قال لي يا عم إسلام أنت بتفول لا مش مسألة بفول والله هي مسألة أن هي واحد خبرة يعني شاف الحاجات دي كتير وعارفين لو أنت طلع ماشي كويس وكل حاجة ممكن يبقى شد خفيف ياخد له أسبوع عشر تيام وترجع تبقى أفضل من الأول ما فيش مشكلة ولكن أن أنت طلعت تزك على رجلك دي بتبقى أكيد مزء وهو ده اللي حصل الحقيقة أنه هو مزء في العضلة الخلفية لمحمد الشنوي وحيغيب من 4 إلى 5 أسابيع إن شاء الله يعود الشنوي الحقيقة زي ما كان دائما أسد يقدر يقف في حراسة مرمى النادي الأهلي وحراسة مرمى منتخبنا الوطني كلام كتير تقال الحقيقة من أول مبارح خليني أشرح لحضراتكم إيه اللي حصل من المباراة اللي فاتت أو من بداية المعسكر وحتى الآن من بداية المعسكر لمنتخبنا الوطني قبل مباراة يوم الجمعة السابقة اللي هي المباراة الأولى أمام ليبيا اللي كانت في القاهرة في برج العرب طلعت أخبار أن هناك يعني عدم استلطاف ما بين محمد الشنوي وعصام الحضري خلال الفترة ما قبل المعسكر أو ما قبل المباراة والحقيقة لما سألنا في الموضوع ده وتأكدت الحقيقة من جهات كثيرة جدا جدا مش حقدر أقول طبعا المصادر والجهات اللي أنا تكلمت معها ولكن قبل المباراة الأولى اللي كانت في برج العرب لما تكلمت مع ناس كتيرة جدا الناس كلها قالت لي أن هذا الكلام غير صحيح ما فيش حاجة اسمها استلطاف في كرة القدم فيش حاجة اسمها استلطاف فيه حاجة اسمها احترافية مدرب لحراس المرمى أو كان واحد من اللاعبين أو من حراس المرمى الأساطير ولكن بيبدأ مشواره في تدريب حراسة المرمى فبالتالي عصام الحضري يهمه أن محمد الشنوي يبقى كويس عشان يصد فيه وهو واقف مع منتخبنا الوطني ويشيل أهداف وبالتالي الناس هتقول إن عصام كويس فالبداية كده الحقيقة لما سألت ناس كتيرة جدا وناس متدخلة في الموضوع أنا ما سألتش ولا عصام ولا الشنوي لأنه الاتنين ممكن كل واحد يبقى لكن لما سألت الأطراف كلها ما حدش قال لي أي حاجة تخص هذا الأمر بالنسبة لما قبل مباراة يوم الجمعة السابقة اللي كانت فيه برج العرب وقالت لك الناس كتيرة جدا قالت لك إن الشنوي اتخانق ومش عايز يلعب المباراة ولكن أنا قلت لحضراتكم من الشنوي حيكون متواجد في المباراة وحيلعب مباراة يوم الجمعة والحمد لله منتخبنا الوطني فاس في المباراة الأولى 1-0